بعد 27 عاماً قضاها في سلك التعليم بات سامان وزملائه يواجهون مصاعب حياتية أثرت بشكل سلبي على أدائهم الوظيفية جراء عدم انتظام صرف الرواتب المقررة لهم شهرياً كنا في السابق ميسوري الحال ولكن حياتنا المعيشية تأثرت بشكل سلبي نتيجة تذبذب استلام الرواتب نتمنى أن تنتظم عملية تسلمنا للرواتب وفق مواعيدها الشهرية عند ذاك يمكن أن تتحسن أحوال المعلمين في الإقليم نحو الأفضل ويرى اتحاد معلمي كرنسان العراق أن ثبت جانب مادي وآخر معنوي يؤثران بشكل مباشر على أداء المعلم منها استمرار الخلاف السياسي بين الإقليم والمركز إلى جانب توقف ترفيعات المعلمين والمدرسين منذ عام 2015 ويشدد الاتحاد على أهمية تفعيل عامل التدريب لرفع كفاءة المعلم وتحسين أدائه الآن الرواتب تتأخر والمعلم في عام 2023 لم يستلم غيرت سعر رواتب أي 75% من مدخولاته تدريب المعلم هي موضوع استراتيجي وليس الدورة هذا شيء مهم نعمل عليه ولكن نعمل أيضا على تطوير وسائل التعليم وتحسين الكهرباء والأنترنيت في المدارس من أجل استخدام الوسائل التعليم الحديثة إلى جانب النهوض بالمستوى المعيشي للمعلم يرى خبراء تربويون أن هناك مشاكل أخرى ينبغي معالجتها من أجل تطوير قطاع التعليم منها ما يتعلق بنقص الملاكات التدريسية وعدم توقفر العدد الكافي من الأبنية المدرسية فضلا عن الحاجة إلى سن القوانين الداعمة للعملية التربوية هناك مشاكل أخرى يجب تجاوزها مثل نقص الملاكات التدريسية وسوء توزيعها وكذلك نقص الأبنية المدرسية إضافة إلى سن بعض القوانين والتعليمات من قبل الحكومة من أجل النهوض بالمعلم إلى المستوى الذي نريده وبشأن رفع كفاءة المعلمين بين اتحاد معلمي كورستان العراق أن وزارة التربية في الإقليم استأنفت منذ العام الماضي منهاج التدريب والتطوير وشمل جميع المعلمين في مرحلة التعليم الأساسية على أن يتم شمول المرحلة الإعدادية خلال العام المقبل تحسين الظروف المعيشية للكوادر التعليمية في إقليم كورستان العراق من بين أهم الأسباب التي تمكنهم من تقديم التعليم الجيد حسب مراقبين مضياء محمد الحراء أربيل